كانت الصورة الاخيرة له هو المشغول بتوثيق ضحايا ودمار الصاروخ الاول الذي اطلقته الميليشيا لكن الصاروخ الثاني لم يمهله اتمام مهمته لينهي حياة مصور قناة بلقيس محمد القدسي المكان الخيامي مدرية المعافر ريف تعز الزمان ظهيرة الثاني والعشرين من يناير الحدث استشهاد الزميل المصور محمد القدسي وتسعة مدنيين فيما اصيب ستة وعشرون اخرون بقصف صاروخي لميليشيا الحوثي تبدو الصورة جلية هنا عن اهداف صاروخ لميليشيات الحوثي حولت هذه القرية الامنة الى ارض للفزع هنا توثق كاميرا قناة بلقيس بعضا من المأساة اليمنية وهنا ايضا قضى محمد محمد القدسي الذي تنقل بكاميرته بصحبة مراسل القناة فواز الحمادي في ارياف تعز وقراها منذ التحاقه بطاقم قناة بلقيس قبل عام ونصف نقل الاحداث وغطى الفعاليات ووثق الانتهاكات بكاميرته التي ترجمت معاناة المهجرين والنازحين والجرحى والضحايا كانت كاميرا محمد القدسي شاهدة على احداث كثيرة خلال عام ونصف من الحرب لكنه اخيرا قدم روحه في طابور شهود الحقيقة ودفع حياته ثمنا لذلك ويا له من ثمن هكذا تبدو الصورة في عيني زميله مراسل القناة فواز الحمادي وهو يودع رفيق مهنته الوداع الاخير بعد ان جمعتهم المهنة للعمل في ارياف تعز وقراها لحظات يتجلى فيها فصل من فصول معركة الحرية ولكن ثمن هذه المعركة غاليا بالقيس التي تقف في طليعة المؤسسات الاعلامية اليمنية والتي تسعى لإيصال الخبر والمعلومة الى اليمنيين وهي تنعي فقيدها تؤكد اهمية وقوف جميع اليمنيين والمنظمات الحقوقية والصحافة المحلية والاقليمية والدولية صفا واحدا في مواجهة ميليشيا الحوث الارهابية وفضح جرائمها بحق الصحافة والصحفيين وتؤكد القناة في بيانها ان الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون والمدنيون في اليمن ستظل الدافع وراء استمرار عملها في كشف تلك الانتهاكات ورصدها والعمل على ايصال اصوات الضحايا للعالم